السؤال آخر السلام عليكم شيخنا المجدد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالخطبة الافتخارية لأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا سورة الحمد وعندما أقرأ سورة الحمد أجد نفسي أكفر والعياذ بالله عندما أصل إلى الآية إياك نعبد وإياك نستعين حفظكم المولى علي عليه السلام أخوكم علي من العراق يا أهل أبيك يا أهل المرحبا ليش تشعر كأنما تكفر والعياذ والله على الأحوط لزوما أخي الكريم ليش الكفر بمراجع الشيعة هو أوجب لك لا لا يا عزيزي ما يحتاج إياك نعبد وإياك نستعين إطلاقها على الإمام المعصوم لا إشكال فيه بل هو هذه الحقيقة العبادة له والاستعانة به ولكن هل نعتقد أن لا رب له لا خالق له لا فماكو أي مشكلة لأنه إلهي الصفات إحنا عندنا هاي قاعدة الإمام إلهي الصفات الله عز وجل أراد أهل البيت قالهم وجهي ومن أراد وجهي فهذا وجهي إحنا اليوم كشيعة وقعنا بما وقعت به السنة والآن راح أصدمكم وسمعوني السنة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي كلكم حافظينه بابها وعليهم بابها ومن أراد الحكمة والعلم فليأتيها من بابها ما أراده قالوا لحنا نجيك لك يا رسول الله بس من ريد بابك رفضوه ودعوا التوحيدة والسنة اليوم إحنا هذا النموذج عندنا بالشيعة الله عز وجل بالروايات في الكتب الشيعية يقول أهل بيت أهل البيت عليهم السلام فيكم مرآتي يعكسون غضبي ورضاي وهم وجهي الذي لا يهلك لا يهلك كما جاء بالروايات وإن آدم حينما السجء وإن آبليز الله العظيم سلام الله على آدم ولا واحد كفر ولا واحد كفر بهذه العقيدة علمت يا آدم كم ظلم محمد وآل محمد فأنت المسجود لك الذي لا يعاب ولولا محمد وآل محمد قد ظهر نور الولاية في جبينك لما سجد إليك أحد يا آدم أعلمت يا آدم كم ظلم محمد وآل محمد أعلمت يا آدم كم ظلموهم وكم قبلوا السجود لك بكل أريحية واعتبروه أمر الله الذي يجب أن يطاع ولو كانوا حاضرين لسجدوا لك يا آدم كافرين بالله عز وجل لا مشكلة في ذلك أعلمت يا آدم كم ظلم محمد فحينما نتكلم على محمد الذي سجدت الأملاك لك يا آدم لأن محمد في صلبك وإلا أنت آدم منه أنت آدم منه أنت حتى تسجد لك الملائكة أنت منه الله عز وجل أسجد الجميع لك لأن نور الولاية ظهر في جبين آدم وهذه روايات أهل البيت يا آدم إن السجود لك مباح ومستحب وواجب وجميل ولطيف ولكن السجود لأهل البيت كفر إن السجود لك سجود طاعة ولكن الاعتقاد بالسجود لأهل البيت كفر شرك شرك أعوذ بالله لا أعلم يا آدم أعوذ بالله أنت لا تقول أنت أفضل من أهل البيت هم الذين يتقولون عليك أعلم عفوا أعذروني كنت أتكلم مع نبي الله آدم أحاول أنقله وهو العالم طبعا لا أحتاج أن أنقله يعلم بما يجري ولكن فقط أفضفض ما في قلبي أنقله ما يجري على هذه الدنيا القذرة التي جمعتنا مع أقذارات المعممين الشيعة الذين يقبلون السجود لآدم ويرتعبون حينما يسمعون باسم أهل البيت يرجف يبول على أمه يبول على المرجع يطلع يوخر يقول له سيدنا شيء لعمام تكر دبول على راسك هذا يقول له البيت خالقين الكون صدق شذب يرجف يرجف وآدم الروايات هذا الروايات عندنا عن الإمام الصادق أتعلم لما سجد إبليس أتعلم لما سجد إبليس لآدم قال لماذا قال لأن نور ولاية علي ظهر في جبينه آدم واقف الله عرض الولاية الخلافة الانتقال في الأصلاب لمحمد والمحمد سيكون لآدم يا إبليس اسجد فرفض إبليس قال ليش أنا من نار خلقتهم من طين انطيني أنا نور الولاية الله عز وجل قال لا أسجد لآدم رفض إبليس هذا اللي صار هذا اللي صار هذا اللي صار نعود على سؤال الأخ إطلاق كلمة أنا عندي مقطع بعنوان إطلاق كلمة العبادة على أهل البيت على ما أذكر والله ما أدر إذا تذكروني أنا حتى بدي أتنسى عندي مقطع بعنوان إطلاق لفظ العبادة على أهل البيت أعتقد هي جي شيء إطلاق لفظ العبادة أو الطاعة على أهل البيت العبادة كلمة العبادة يراد منها الطاعة حينما يقال أنت تعبد الله أي أنك تطيعه حينما يقال أو واحد يقال أن أعبد الإمام أي أنه يطيعه إذا قصد بمعنى يعبد الإمام أي أن الإمام لا رب له وهو لا يعتقد أن هناك شيء اسمه الله موجود هذا كافر هذا منتهين منه أنا مو حتى والله لأن أخاف على الناس خاف تكفر أسلب حقوق أهل البيت وأجعلهم حالهم حال الصحابة ليش خاف الناس تكفر هي الناس كافرة كافرة إما مقصر وإما مغالي يعتقد أن أهل البيت لا رب لهم أخو أنت أخو علمهم حطهم بالطرق الوسط أنت غير هذا شغلك والله ويأمن تحتي تحتي ويأمن أي والله معممين حايرين الآن بالتفخي دك تفخي أي والله دك تفخي أخواني الشيء يذكر أنتم بعد جماعة جماعة المعممين تعرفون شخص دل مراجع كلهم بدون استثناء عاملوهم مثل ما أعامل وليد عائشة تقبل أن رجلا ينزل بختك أبنى عائشة تقبل تفخذ لي تقبل تنطيني تفخي سولهم هاي الحركة دقوهم دق بالتفخير دقوهم ما دام طالعين يبررون ويدافعون ويستطيع برامج ما يقدرون يرجعون فضيحة فطرحوا عليهم هاي النقطة سولهم مثل السنة بالضبط قول إياك نعبد وإياك نستعين لا إشكال فيه لأهل البيت عليهم السلام لا إشكال فيه أبدا فإن العبادة لهم أي الطاعة وهم يقولون لنا عبادة الله نعم ماكو مشكلة والاستعانة بهم لأن الله عز وجل هم الذين وضعهم وانسط بيننا وبينه نستعين بهم هذا هو الله الراد هذا الطريق الله رسم هذا الطريق ما لك حق ترسم طريق أنت تريده مثل إبليس يعني أنت ما تجي تصير إبليس الثاني تقول يا رب أنت ليش تحطوا العياذ والله شرك بينه وبينك ناس أطيحهم أنا أريد أنت أنت بس أنت مو بكيفك أنت إبليس سوا هاي الحركة أنت مو بكيفك الله راد طريق تمشي علي هذا الطريق الطاعة لهم العبادة لهم الاستعانة بهم هم كل شي هم كل شي هم فوق كل شي هم كل شي لهم رب نعم مخلوقين نعم كيف ممن ما أعرف كيف مخلوقين ما أحد يعرف ما أحد يعرف هاي هاي هذا 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 أوامر إله يتشذب تريد أن أتشذب عليك وأصير يعني أنطيك عقيدة مسلم سني موحد حتى ترتاح هتحس نفسك مسلم أنا عن رب إسلامك أظل أسف سبيك تعرفني لا بقي لك راب لا كتاب لا قبلة أسف سبي حتى وإن كنت شيعي عندك موكب كل سبت تدري بي أنا ما أخاف لأن إذا ما كنت على طريق أهل البيت أنا أدوزك بالقزمة ما راح أتشذب عليك أنا والله حتى أخليك تشعر أنت موحد تقول لا إله إلا الله سبحان الله التوحيد يعرف بأهل البيت يعرف بأهل البيت الإمام عليه السلام في الكافي يقول من لم يعرف الإمام حق مع عرفته مو من لم يعرف إمامه زمانه هذا اللي فرحانين بيه بس على السنة طرحونه سخافة داخل سخافة الشيعة الشيعة مو شيعة قناة المنتقم لا الشيعة البقية المقصرة سخافة داخل سخافة داخل خيسة داخل قذارة داخل إزبالة شوف طيب انتم يا زبالة القنادر زبالة بس من النوع ما القنادر يا زبالة القنادر انت عندك حديث من لم يعرف امامه زمانه او من لم يعرف المعصوم منه حق معرفته حق حق معرفته يعني لازم تعرفه بالمعرفة الكاملة اللي هي في محاضرة بداية التوحيد للقريشي هذا ليش مطرحونه ولا هذا بلفل عالي فالطرحون بس من لم يعرف امامه زمانه ما تميته تنجاهدين يعني بحيث بس يتعرفه المهدي سلام الله على المهدي سلام الله على المهدي ولا يخلقون ولا يرزقون سلام الله على المهدي والقرآن كامل هذا قرآن على ابن نبي طالب ومهمه عنده مهيج طبعا غلطان يطرحون 24 ساعة بالله عليكم صح لو انا غلطان 24 ساعة يطرحون رواية من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة تنجاهدين ما يطرحون من لم يعرف الامام حق معرفته كأنما يعبد غير الله الامام يقول الامام يقول يقول من لم يعرف امام زمانه من لم يعرف المعصوم او الامام منا اهل البيت حق معرفته حق معرفته كأنما يعبد غير الله شيعي عنده موكب مرجع يجي قريش يقول له قندر عليك وعلى ربك اللي هو غير الله يبتش خطيئة يلطم على الهسين ايه والله يتبع السيد ويكتخمس قندر عليك وعلى ربك انت ما تعرف الامام انت تعبد غير الله انت تسجدي مثلنا تقلدنا مثل السنة السنة هم يعبدون غير الله ويقلدون يسجدون نعوالك بشان تريد نعتبرك مثلي اشمر لازم اوعيكم بهذا الاسلوب انا مضطر ما اقدر استعمل اسلوب واغا على يجوز ما اقدر انتم تحتاجون هاي الاجهزة الكهربائية بالمستشفى تزد هذا حتى تصحى على زمانك ايش جالس يصير انتم عبرتم مرحلة واغا عين لا يجوز وانه هذا لجب ان تعرفه والامام حقه معرفته وانه هو 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 والناس تنام بالخطيئة تنام الناس وبعدين ازقلت لا ما صلي على محمد شو انصار والله السيد سولى فينا معجزة الجدر شو جدرش بيه والله المرق المرق طلعت اعمامة السيد اشتعى الربك انا السابق اعمامة السيد طلعت بالمرق ايه والله طلعت بالمرق والتمنش طلع به الرز والله طلع به نعال السيد ايه والله نعال السيد هو ايها 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 هذا لو انا خلطان لو انا جالس اجيب افتراءات من غير كوكب لو هو هذا الواقع هو هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع الشيعة نشذب على نفسنا ولا نستحي هذا الواقع الشيعة هذا الواقع الشيعة قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير على ما أذكر من لم يعرف المعصوم حق معرفته حق معرفته كأنما يعبد غير الله هكذا ظالم في الصحراء ما يعبد الله حق معرفة الإمام أقل شيء هي محاضرة بداية التوحيد هاي هيك ويدخل معها هذا هم كل شيء هم العبادة هم الاستعانة هم التوحيد هم الإسلام عندنا رواية بالمناسبة نحن التوحيد نحن القرآن حتى الرواية تقول نحن الكعبة عندنا رواية عندنا رواية جميلة جدا الإمام عليه السلام واقف أمام الكعبة ويشوف هذول السنة وإخوانهم الشيعة المقصرة كالقردة والخنازير طافرون لبيك الله لبيك فالإمام عليه السلام تكلم مع أبو بصير قال له والله ما أمروا بحج الكعبة كما بقدر ما أمروا الرجوع لنا أهل البيت فديوم إذا هاي أعرض لكم الرواية كاملة الآن ما يحضرني نصها بس هذا المضمون هذا الإمام يقول ما أمروا إنهم يسوون هاي الحركات كما أمروا أن يعودوا لنا لنا المفروض إحنا كعبتهم هذه الكعبة تيجي هذا هذا يسمي شي ثانوي الصلاة شي ثانوي الصيام شي ثانوي هاي أشياء ثانوية آخ يا رب صبرني يا رب أي والله صبرني مع الشيعة قال له أسبسباني يتعاركون معممين قبل سنة يمكن تقريبا من الأحسن الحسين له الصلاة اشتعر رب صلاتكم اشتعلت ركعتكم ركعتكم وسجداتكم واحد يقول عليها أي والله على المصالة يتصلى عليها بعد يتعاركون مقصرة عارك من الأفضل الحسين له الصلاة عارك عارك وردود وطبعا شني كلها مع الصلاة الحمد لله كلها مع الصلاة الحمد لله شكرا لله بس نقول اشتعلبوا صلاتكم اي والله بها الطريقة الجنوبية جمال جنوب العراق اطيك يا هاي اشتعلبوا صلاتكم اي والله لبوا صومكم لبوا حاجكم امام معصوم اصل نحن الصلاة الامام يقول يقول نحن الصلاة نحن القرآن نحن الحج نحن الكعبة والله نحن الصيام رواية رواية يتعاركون معركة يقولون منو بعدينو اتخذوا اتفقوا الصلاة الصلاة احسن من الامام الصلاة ليش يصير عصبي مع الشياء ليش الصلاة أحسن من الإمام يا أبو صالح معارك عندنا في كربلاء والنجف معارك مع فقهائنا ستة عشر ألف ثقي من قراء مصحف عصمان الذين ختم حفرت جبهتهم من أثر السجود يرفعون السلاح في وجهه ويقولون له ارجع يا ابن فاطمة من حيث أتيت معاركة أكبر معارك للإمام المهدي عليه السلام هي مع السنة والشيعة بالمناسبة وممكن أكبرها مع الشيعة حتى السنة الروايات تقول خسف اللي جيش السوفياني كله واحد من الملائكة يشغل الفلاش هذا مال التوالية جلكم الله مال الحمام بس شنو مال الآن هذا مال الخاص بالكرة الأرضية هو الله أضحككم أيه والله أضحككم ما بيها شيء شايفين الحمامات الغربية جلكم الله فأنت شغل الفلاش حتى تسحب الخروط فهذا الأرض أيضا بها الخدمة في المناسبة الأرض بيد من بيد ملك الملك يعود لأهل البيت هذا السوفياني يجمع جيش مدرج قد نص مليون مسلمين سننا مواحدين السيد يقول ربنا وربهم مواحد فالإمام ينطي أمر للملك يقول له شغل الفلاش اخسف بهم الرواية تقول فتنخسفوا بهم الأرض تبلحهم وتنسد وين رعوا بالمرافق كما قال القريشي مرافق مرافق بس هالمرة هذا لفل عالي رباني مو مرافق غربي لأن الرواية تقول تنخسف بهم الأرض تنفصل نصة تبلحهم ترجع تنسد ويشغل عليهم لهذا الملاك ويقول للزبال خسف هاي وين هاي مع السنة إن شاء الله جايكم جايكم بمحاضرات كثيرة إن شاء الله كل خميس رح ندخل بمواضيع كثيرة مع الشيعة المعركة ما بيها خسف مع الشيعة طق مطاقق يسيوف رب ربهم يحترق مساجدهم مواكبهم ما يبقى لهم دين حتى المصحف أربعة آلاف مصحف بالأرض يصيرون بالترب لأن أهل كربلة يقاتل مو أهل كربلة كلهم يخرجون من كربلة أربعة آلاف رجل يحملون المصحف يقولون له ارجع يا ابن فاطمة فإنك جئت تحرف كتاب الله لأن عندك قرآن كامل بآيات ما موجودة في مصحف عثمان أوامر نقتلون بنا مع الجماعة ما أعرف وين رحنا وين رحنا والله نسيت والله وين رحنا رحنا على معرفة الإمام حق معرفته ها على الإمام والصلاة قبل سنة سنتي والله أرسلوا لي مقاطع معممين أي والله خطيئة الحمد لله كلهم اتفقوا على أن الصلاة أحسن من الإمام يلا أقول أنا أقول لكم أقول لكم أسرار من أسرار روايات أهل البيت عليهم السلام اللي أنا سبق وإن قلتها لكن أكررها لكم شوفوا أخواني ركزوا بالكلام اللي أقوله الآن رح أقول كلام خطير ركزوا بي ركزوا بي حتى المقصرة ممكن يقصون ينشرون يكفرون بربهم الأصل في الوجود أهل البيت الأصل في الدين أهل البيت محمد وعلمحمد صلاة صوم حج قرآن هذه أشياء ثانوية 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 يعني أنت إذا عندك حج وصوم وصلاة وعبادة ومعرف إيش فإذن هاي كلهم وأم ما رموا فيها عن منكر أنت إذا ما تعتقد بالإمام المعصوم فأنت أعمالك كلها ساقطة كما قال الإمام من أهل النار الأصل هو أهل البيت ثم هذه أعمالك تقبل أعمالك بعدين هاي تقبل أنا لا أريد أنا لا أريد أسقاط الصلاة والصوم والحج أنا لا بالعكس هي خضايا واجبة لكن عيب تقارن بالإمام عيب ليش سؤال أهل البيت هم أهل البيت بزمن الأنبياء ولا مو هم هم يعني إلى الآن حتى المقصر النجس يعتقد بهذا الاعتقاد أن أهل البيت عليهم السلام هم أهل البيت من زمن آدم هم يعتقدون بهذا بفرضا ما ريد ندخل فيه موضوع ده خالقين الكون هل أهل البيت هم أهل البيت من زمن آدم نعم هاي هم يقرون بها يعترفون ركزه شوفوا ركزه كانوا موجودين ولا صلاة نعم كانوا موجودين ولا صلاة هذا باعتقاد الخالقين الرازقين محاضرة بداية التوحيد لو باعتقاد إحنا عقيدتنا القندرشية ما المراجع المقصرة لا والله باعتقادك أنت القندرشية ما المراجعك مراجعك يقولون أهل البيت كانوا من زمن آدم الله خلقهم هم قابلين بي أنا ما مشكلة نازلوا إياهم لهذا الاعتقاب كانوا ولا صلاة نعم كانوا ولا صلاة كانوا ولا صيام نعم كانوا ولا صيام كانوا ولا كعبة نعم كانوا ولا كعبة إذن satellites أفضل من هذه الأشياء إذن هذه الأشياء صارت سؤال ثاني هل سينعدمون يختفون أهل البيت وتبقى الصلاة لا ويبقى الحج لا ويبقى الصوم لا بل سيحدث العكس العكس ما هو العكس بل أنهم سيكونون سادات الجنة قسيمي الجنة والنار وتختفي الصوم والصلاة والحج يختفي وين يروح يختفي يختفي شلون يختفي مو هذا بعظمة بعظمة الإمام لا لا بس يختفي خلاص بعد ماكو بح دداء بح دداء السيد بح دداء السيد بح شلون انت القارن الصلاة بالإمام عمي محمد دين عفطت عنس ترى والله والله العظيم عفطت عنس ترى ذولة ذولة ما يعرفون وين يروحوا ما يعرفون أي شي يسوي هاشوف الخربطة الآن إن قلت لك ياها أنا ما يعتقدون الصلاة راح يطيح والصوم يطيح ولهذا كل يطيح كل يطيح ما يبقى يبقى بسهل البيت شلون مفروض ما يطيح إذا هي بعظمة الإمام ما يطيح إذا هي الصلاة بعظمة الإمام ما يطيح لازم موجودة حتى بتجنة الصلي أو على أقل موجودة نحط لها إطار ونعلقها على الحائط هو شي تشريع هو شي تشريع قبل إن قبل آدمكم هذا ألف آدم بالروايات الألف آدم اللي قبلنا ممكن صلوا صلاتنا وممكن غير صلات غير صلات ممكن ممكن صلاته هو واقف ممكن صلاته باتجاه أفريقيا ممكن صلاته بأمريكا ما أحد عرف تختلف كل ناس إلها تشريحة كلها طريقتها والدليل الأنبياء اللي قبل النبي محمد الدليل هذا الدليل كل واحد إلها تشريع مو طبيعي يختلف عن الثاني بطريقة الصلاة حتى بطريقة تعدد الصيام ناس عندها ثلاث أيام ناس عندها شهر حتى عندهم قضايا كثيرة سمارة أدخل بيها هذا اسم التشريح هذا يروح ويجي عفطة عنز هذا عفطة عفطة عنز بيد الإمام المعصوم عليه السلام هو إيش يشرع هو إيش يشرع صل وإنت جالس وإنت قاعد ما تصلي يسقط الصلاة يسقط يسقطها صلاة بيشكل ومنه الصلاة بنت من هاي منه أردفها يسقطها يسقطها ويمحيها من الوجود أصلا يشيلها من ذاكرتنا بحيث ما حد يذكر أنه في صلاة شو نصر هذا عمل عمل تعبدي هذا العمل التعبدي الغاية منه الطاعة الغاية منه الالتزام هذا هو الغاية منه مثل ما أنت تنطي واجبات المعلم ينطي واجبات الابنة بالبيت الغاية منه الالتزام هذا هو غاية منه الالتزام الحج غاية منه الالتزام الصوم غاية منه الالتزام هو مو أصل أجح الطوية للبيت آه خاخ مع من أتكلم مع من أتكلم مع فلان مع فلان لينهم ضائع أختم الكلام فلا إشكال أن المعصوم له العبادة وله الطاعة وله الاستعانة وله كل شيء لأنه وجه الله الذي منه يؤتاه ولكن له خالق له رب ما ربه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ō ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة